زنفين يعني بعد اللي سمعناه وكل اللي شوفناه ده عايز من حضرتك رشدة نصائح للمستأجر اللي بيدور على سكن ومش يعني ما يكونش عرضة للنصب أو الاحتيال من مافيا السكن تقولي لي واحد اتنين يعمل ايه طيب خلينا اول حاجة بس ان احنا نرجع على نقطة الناس اللي هم الضحايا انا بسميهم الضحايا بتوع الحياة العشرين بتوع البيت اللي في الحياة العشرين اول حاجة هو في خطأ هما وقعوا منه ولكن اللي احتياج وقعوا فيه هو الاحتياج ان هما محتاجين بيوت بسرعة فوقعوا فيه لو كانوا خدوا العقد مش يتأكدوا ان بنود العقد مظبوطة لان هما معهم عقد مظبوط مية بالمية بس لو كانوا سألوا مكتب محامي مختص هل البيت ده من اللي ملكه وهل من حق ان هو يأجر لي ولا لأ ما كانش كل الكارثة دي حصلت ليه لان العمارة اصلا دي عمارة غير سكنية دي مكاتب انا اللي دايقني اكتر عليهم ايه انا لما جولي فانا بسألهم اول سؤال البيت قديم ولا جديد مدحوا جدا في البيت وقالوا لي ده البيت جديد والعمارة ممتازة وياريتنا نبقى بالبيوت الناس ماشية ولوفات والحرب وفوق دماغهم اكيد بالنسبة لهم ده امانيا انا بقى قلت بقى روح الاقي العمارة بقى حلوة والشقق جميلة عشان كده الناس عايزين يبقوا فيها انا روحت اتصدمت لان البيت سيء جدا لا يصلح للسكنة متقسم مكاتب السلوك اسلاك الكهربا برا في باوش تلة تحت في البيت يعني ومع ذلك رغم السوق العمارة اللي لا تصلح للسكنة الناس المساكين دول فرحانين بالبيت وموافقين ان هما يسكنوا فيه ودفعوا مبالغ الناس دفعوا الافات علشان يقدروا يسكنوا فيه وبيدفعوا ايجارة عالي جدا يعني فيه شقق ايجارة فوق الالف يورو في بعض الغرف منهم فوق الالف يورو فطبعا دي حالة مأسوية جدا فالرشدة اللي احنا نقولها للناس كزا حاجة اول حاجة احنا عندنا مشكلة هنا في النمسا جمدة جدا اسمها مشكلة السكن ده واحد لما بيجي ياخد لجوء او معه اقامة بيجي عايز يؤجر بيت اول حاجة ده لسه لعنده شغل ولا عقد عمل ولا حاجة فهو لا بيعرف يحصل على جمان ده لان شروط الجمان ده صعبة جدا نعم اللي هي بيوت البلدية نعم ولا هو قادر يروح لشركة زي ما بنقول كده بالعربي شركة محترمة شركة عقارات تكون شركة محترمة مش نصابة يؤجر منهم لان بيقولوا له يا اما هات من عندك واحد يضمنك للبيت يا اما جيب لنا عقد عمل طيب هو لا معدى ولا معدى فهو ده بيبقى فريسة اللي بتغمى فيها لإجارات النصابين ده واحد فريسة بيدور على بيته وعايز اي سكن او واحد أسرته قرب يتسيجي في لم شامله وعايز بيت ومطلوب منه عادي إجارة مضطر لازم يجيب عقد بيت فيعمل ايه بياخد اللي يجي قدامه وخلاص بدون ما يدور على الأساس فدلوقتي فيه كذا حاجة نقدر ننصح بها الناس نقاط يعني قولي لواحد اتنين تلاتة كده عشان اول حاجة من فضلكو يا جماعة امشوا قانوني في البلد لان فيه مثل بيقول القانون لا يحمل مغفلين يعني امشي قانوني اول حاجة خد فيه عقد اللي انت هيديلك دوت خد العقد دوت وروح لمحامي مختص اعرف اول حاجة هل البيت بتاعك ده قديم ولا مش قديم الايجار ده مناسب للبيت اللي انت هتاخده ولا مش مناسب النقطة التانية حاجة تاني برضو بتواجه الناس كتيرة جدا البيت بياخده الشقة على طول بدون ما يجيب من اللي كان قبل منه في البيت ورقة انه هو مثلا مسدد كل الكهرباء اللي عليه والغاز وهكذا ولا لا القراءات العداد قراءات عداد الكهرباء او عداد الغاز اللي بيخصل بعد كده يبقى ساكن في الشقة بس بقاله شهر ويلاقي جايوله فاتورة ب13-14000 يورو ممكن اكتر عشان اللي قبله اللي قبله ما دفعش او ما سجلش ان هو ميشي او ما سجلش ان هو ميشي لا اتروح سجل كويس وقول انا دلوقتي لسه واخد البيت دلوقتي عشان الكهرباء والغاز وهكذا والعقد اسأل محامي مختص يقولك العقد ده تمام ولا مش تمام النقطة التانية والمهمة هي لما قبل ما تسجي توقع على العقد اتأكد من كل البنود اللي موجودة فيه ما لك وما عليك بالزبط عشان ما تقعش في مشكلة بعدين في المستقبل ودي يكون تمنها غالي جدا نقطة تانية انا بنصح فيها المشاهدين ودي نصيحة مهمة جدا اي حد ماها عقد ايجار من فضلك توجه لاي مكتب محامي واسألوا العقد ده تمام ولا مش تمام ده رقم واحد رقم اتنين الايجار دوت مناسب ولا لأ لان هنا فيه هيئة بتحمل مستأجر وهي بترجعلك يعني الويت شوت في البنطة بالزبط هي انا بعمل ايه دلوقتي واحد اجر البيت البيت ده 30 متر وبيدفع لي 700-800 يورو ايجار انا بفحص البيت وبشوف هل الشروط دي ده صحيح ان هو يدفع ده ممكن يكون البيت قديم مش جديد وبخاطب الهيئة دي الهيئة دي بتبعت لجنة واللجنة دي بتفحص البيت وتشوف الايجار مناسب مع قنت البيت ولا لأ اذا لقيت ان الايجار مش مناسب وان الشخص ده بيدفع فلوس باهزة جدا والبيت لا يستحك المبلغ دوت بتنزله من الايجار او حتى بتنزله من وكمان بترجع له الفلوس بأثر راجعي اللي هو دفعها القديمة الزيادة اللي هو دفعها فليه الشخص ما يسألش يمكن يكون ليه فلوس وليه حقوق وهو ثيبها وبالنسبة للاشخاص زي ما ذكر الدكتور كلامة اللي هم ضحايا الحية العشرين احنا جبنا الملف وشغالين عليه ان شاء الله وبإذن الله قريب ربنا ان شاء الله يساعدنا ان ترجع لهم حقوقهم ويقول ان هو كده هيعملوا عقود مع بينهم وبين المالك فورا احنا ايه الافضل ليهم لان الموضوع طبعا مش بسيط ولا سهل دي كارثة فدي اكد طبعا طبعا الفكرة هي ان حداك سألت وقلت له طب عندهم تأمين محيم ما هي دي الفكرة اللي انا بقولها انه مفيش حد فيهم عندهم يعني اللي انا شفتهم ما عندهمش تأمين محيمي فلو كان اكيد عندهم تأمين محيمي كان شوية كان الموضوع بقى افضل بالنسبة لهم يعني بشكرك شكرا جزيلا انا ساة زينفين